اجتماع في بروكسل لوزراء دفاع حلف الناتو والاجتماع يأتي في خضم الهجوم المضاد للأوكرانية الذي بدأ قبل أسابيع والذي يبدو أنه لم يحقق التقدم المطلوب أو على الأقل المتوقع وعلى الرغم من ذلك كالدلامين العام لحلف الناتو أن دعم الحلف لأوكرانيا يحدث فارقا في أرض المعركة مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تحقق مكاسب نتيجة هجومها المضاد الذي تشنه أما وزير الدفاع الأمريكي لويدوستن فطالبت دول الداعمة لكييف بتوفير المزيد من الدخائر فهل يعطي هذا الاجتماع الزخم المطلوب للهجوم المضاد وإلى أي مدى سيذهب الحلف في دعمه لأوكرانيا للنقاش معنا من بروكسل عضو البرلمان الأوروبية السابق باولو كاسكا أهلا بك سيد كاسكا إلى سكاي نيوز عربية هل ما يحدث أو على الأقل ما يتم التصريح به من بروكسل وهذه المواقف هل يؤكد أن الغرب ماض ولا مجال للتراجع في دعمه لكييف مساء الخير اليوم نعم وزير أو وزراء الدفاع عن نايتو بدأوا قمة في بروكسل اليوم وغدا وبالطبع أهم نقطة كانت هي التأكيد على الإرادة ورغبة الدول الغربية دول النايتو في الاستمرار في دعم أوكرانيا ضد هذا العدوان من روسيا العدوان الذي ليس له مبادئ أو حدود أو قيود والذي طبعا قد جعل أو صنع كارثة بيئية وذلك بتدمير أحد أكبر السدود القريبة من نهر دينيبرو الأمين العام للأمم المتحدة وفي بداية القمة أوضح تماما بأننا في حرب استنزاف وبأن هذا الهجوم المعاكس الذي بدأ من قبل أوكرانيا استرجع كيلومترات مربعة أكثر من الهجوم المعاكس الذي حدث في بداية العام من قبل روسيا ولكن نحن بكل تأكيد في مرحلة طويلة حيث إنه من الضروري جدا بالنسبة لأولئك الذين يثقون في القيم والمبادئ بأن نقف مع أوكرانيا ضد العدوان ونأمل كما قال أو كما يأمل الأمين العام للأمم المتحدة حين تحدث مع الصحافة بأن روسيا ستفهم بأن هناك طريقا واحدا إلى الأمام وذلك الطريق هو من خلال الاعتراف بالمبادئ التي هي في مثاق الأمم المتحدة ولكن سيد كاساكا يعني الآن ما المتوقع هل يعطي هذا الاجتماع الزخم المطلوب للهجوم المضاد هل نحن مقبلون على تغير في مستوى الدعم ونوعية هذا الدعم أم هو تأكيد لما كان مؤكدا من قبل هذه العواصم الغربية طبعا هو اجتماع من بين كل الاجتماعات ففي شهر المقبل أيضا سيكون هناك الرئيس الأوكراني يشارك فيه مع زعماء دول الناتو وطبعا ذلك ربما سيكون أهم ولكن ما هو مهم جدا هو أن دول الحلفاء بكل قوة تذكر التزاماتها تجاه أوكرانيا وتجاه مقاومتها ضد روسيا هذا ما هو مهم جدا وما ينبغي أن يجعلنا جميعا طبعا نحن لا نريد أن نرى عالما حيث فيه الحدود يمكن أن تدمر وتزال بين دقيقة وأخرى هذا شيء ينبغي أن لا نقبل به وعلينا أن نقف من أجل هذه المبادئ ونقف ضد هذا العدوان الروسي القمة السنوية المقررة للحلف في فيلينيوس في يوليو ستكون على مستوى القادة الغربيين ماذا نتوقع منها؟ هل نتوقع تغيرا حادا في الدعم الغربي الذي يرفض أن تكون الغلبة لروسيا وإن كانت القوات الروسية في وضع يد فعلا؟ لا أعتقد أن هناك أي أحد يؤمن بالمبادئ يريد أن تنتصر روسيا لا نريد بكل تأكيد أن تنتصر روسيا في هذه الحرب نريد أن تفهم روسيا بأن عليها أن توقف عدوانها هذا وأنا آمل بأن هذا الالتزام القوي من الدول الغربية سيستمر ويظهر أيضا في فيلينيوس الشهر المقبل طبعا والآن مع بطء الغرب في تقديم الدعم الضروري إلى أوكرانيا فنحن لا نزال متحدين طبعا وكما تعلمون فإن الغزو حدث قبل ستة عشر شهرا وأعتقد ما هو ضروري هو أن نسرع في هذا المسار وأن نجعل واضحا جدا لروسيا بأنها لا يمكن أن تنتصر وبأن العالم الحر لن يقبل بهذا العدوان سيد كاساكا يعني الحرب تتجه لأن تكون حرب طويلة وحرب السنزاف للجانبين في البرلمان الأوروبي على المستوى الشعبي إذا تحولت الحرب إلى حرب السنزاف هل يبقى الموقف الشعبي داعما للقيادة بأن يستمر هذا الدعم لكيف؟ هذه هي مشكلة حرب الاستنزاف بكل تأكيد فهي كما مثل الحرب العالمية الأولى ففي أراضي المعركة كانت هناك حرب دموية وأيضا كما في الحرب بين العراق وإيران في حرب الخليج رغم أنها كانت بطريقة مختلفة إنها مميتة جدا وفتاكة ولكن طبعا لا أعتقد أن هذا أفضل سيناريو ولكن كما قلت من الضروري جدا أن نرسل رسالة واضحة إلى روسيا لا تعتمد على كسر إرادتنا ولا تعتقد يا روسيا أننا سنتعب ونسأم سنستمر في مبادئنا نحن نعلم ما هو على المحق وسنواجه هذا العدوى سيد كساكا إذا بالفعل جلس طرفات صراع على طاولة الحوار ما أقل ما يمكن أن يقبل به الغرب حتى ينهي هذه الحرب أعتقد بأن هذه كانت الملاحظة التي أنهى بها السيد سلتنبرغ إعلانه وهي بأن هدفنا هو أن تجلس روسيا في نهاية المطاف لتتحدث مع أوكرانيا ما هو أو أهم شيء لتفهم مثلا أين هي الخطوط الحمر فطبعا الأمر يتعلق بأوكرانيا فقط الشعب الأوكراني والجنود الأوكرانيون هم الذين يموتون والغرب يعطيهم فقط بعض الدعم ولكن أولئك الذين يقاتلون هم الأوكرانيون إذن هم الأهم والذين سيقررون مستقبلهم ولا ينبغي أن يكون هناك أي ضغط عليهم وأعتقد أن الأوكرانيين والروس والغرب عموما طبعا كلنا نريد أن يكون السلام ولكن عليهم أن يفهموا وعلى سيد بوتين أن يفهم بأننا بإظهارنا لهذا الدعم واستمرارنا في الدعم للمقاومة الأوكرانية كل هذا سيستمر حتى مدام الأمر ضروريا باولو كاساكا عضو البرلمان الأوروبي كنت معنا من بروكسل شكرا تسجيل لك